ميناء رادسة تجاري أو شريان تونس البحري من هنا يمر نصف حركة الشحن البحري الحركة هنا تراجعت بشكل لفت بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عشر سنوات كانت كافية ليشهد اقتصاد تونس تراجعا ملحوظا تؤكده إحصاءات صادرة عن البنك الدولي تفيد بأن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 6% خلال السنوات العشر الماضية مع عجز في موازنة الدولة وعدم القدرة على إيجاد التمويلات اللازمة في ظل أزمة مركبة عمقتها الحرب في أوكرانيا حاجيات القصوى لتمويل ميزانية الدولة هي في ازدياد متواصل وأعتقد أن تعبئة موارد مالية خارجية لتمويل ميزانية الدولة هو التحدي الأكبر العجز عن توفير التمويل الداخلي جعل السلطات تلجأ إلى طلب التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي تحديدا الذي أفضت المفاوضات الشاقة معه إلى اتفاق مبدئي مشروط بإصلاحات وصفت بالموجعة تقوم أساسا على تجميد الأجور ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والطاقية والترفيع في الضرائب وأصلاح المؤسسات العمومية وانتهاج سياسة نقدية أكثر سرامة البنك المركزي اليوم أخذ الضوء الأخضر في مزيد تقدم في الرفع في نسبة الفائدة المديرية يعني الاحتواء التضخم أي كلما كانت هناك ارتفاع للأسعار سيقدم البنك المركزي على هذه السياسة ترى الأطراف الاجتماعية أن كلفة هذه الإصلاحات ستكون باهظة وستمس بالوضع الاجتماعي في البلاد وعلى مستوى عيش الأسر التونسية تأثيرات والارتدادات متاع الأزمة الاقتصادية هذه كان عنده تأثير كبير ياسر خاصة في مستوى حتى الاستهلاك معناتها من 2020 إلى 2021 فإنه شهدنا تراجب حوالي 5.2% في مستوى الاستهلاك الخاص متاع الأسر التونسية يرى المراقبون أن انتعاش الاقتصاد يبقى رهين تحقيق استقرار سياسي يجنب البلاد تداعيات اجتماعية وخيمة بين سنداني ضغوط الاجتماعية الداخلية ومترقة شروط الجهات الدولية المانحة يتأرجح الاقتصاد التونسي بين شبح الإفلاس وأمل في انتعاشة حقيقية تبقى مشروطة بتحقيق استقرار سياسي واجتماعي في البلاد وليد عبدالله الحدث دونس